حزب العمال البريطاني المعارض يطالب بتوضيحات من الحكومة بشأن موقفها من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط زعيم الحزب جيرمي كوربين بعث برسالة رسمية تطلب من رئيس الحكومة بورج جونسون بيان أسبابه في تأييد ما يسمى بصفقة القرن كوربين يقول إن الصفقة الأمريكية تتعارض مع توجهات السياسة البريطانية تاريخيا بشأن حل الدولتين على أساس القرارات الدولية تلك السياسة التي أكدت عليها الحكومات البريطانية المتعاقبة في لندن ولكن يبدو أن لجونسون رؤية أخرى أو أن المرحلة تتطلب مواقف جديدة الحكومة البريطانية قبل عام أو أقل أكدت على لسان المتحدث باسمها إصرارها على حل الدولتين ولكنها رفضت الاعتراف بدولة فلسطين قبل توافق الفلسطينيين والإسرائيليين على حل يرضي الطرفين أما زعيم حزب العمال جيرمي كوربين فقد تعهد بالاعتراف بدولة فلسطين إذا تسلم السلطة لم يأتي جونسون في مساءلته الأخيرة تحت قبة البرلمان على موضوع خطة السلام الأمريكية ولم يجب على التوضيحات المطلوبة من حزب العمال بشأن هذه المسألة ولكن الأمر لا يزال مدرجا على جدول أعمال مجلس العموم ونواب البرلمان لا زالوا ينتظرون الرد الحكومي اشتركوا في القناة